طيب كابتن حسن بالتأكيد أتكلم معاك عن منتخب مصر وسألك على مواجهة جيبوتي الأولى ومواجهة غدن إن شاء الله سلاليون من المواجهة جيبوتي لمواجهة سلاليون شايف الأداء عامل إزاي وشايف إزاي نلعب قدام سلاليون والله لأ هو المنتخب تحسن بقى له فترة بقى عنده حلول كتيرة يعني الواحد كان بيبقى فيه مشاكل في الدفنس مثلا في الباك رايت في الباك ليفت بدأت الحلول دي بدأت تبقى موجودة بقى في حمدي بقى في أبو الفتوح حاني حتى عمر كمال يعني بقى عندك لعبة كتير جدا في نص الملعب بقى لعبة كتيرة حتى أي حد يعمل مشكلة أي حد يزعى ممكن يروح مفيش مشكلة الناس اللي قدام الفرودة يعني لأ المنتخب بقى ليه شكل بقى ليه طريقة لعبة بقى ليه حلول حتى في المواجهات الكبيرة دايما كنت عادة أقول إن المنتخب بتاعنا منتخب هاجمة مرتدة لأ دلوقتي بقى ساعات بيضغى الضغطة عالي بقى ساعاتي لعب كورة فأنا شايف لأ المنتخب بقى دلوقتي ليه شكل كويس قوي قوي وبقى الميزة كمان إن المنتخب مش هيبقى فارق على حد الفترة الجاي يعني مش حكرة على لعيب لأ ممكن أي لعيب ممكن يخش وأي لعيب يخش أنت بتجرجرني ليها وقش أنا وأسألالك في الأول بس أسألالك دلوقتي ساعاتي بتاقي اللعبت منتخب مصر يعني إيه لعب هو بلعب في منتخب مصر يتقمس يزعل يزعل إن هو بلعبش آه ممكن تزعل من جواك إنه لعبس تلعب بس يبيني الزعل ده بموقف يخده يعني إيه أنا دايما بقول إيه إنه الناس بتحلم تبقى موجودة منتخب مصر حتى لو أنت اسمك في القائمة وبس بص يا كريمة هي النقطة آه إنه إنت ممكن تزعل في النادي إنه إنت مبتلعبش فتزعل تتقمس تعمل مش عارفة منتخب مصر ده ده صعب يعني يعني إحنا في جنة كنا ممكن حسن حسني أحمد حسن مش عارفة فكان كل اللي يلعب ما عندوش مشكلة كل واحد في ظهر التاني عشان نوصل لحلمنا إنه إحنا ناخد بطولة أفريقيا إنه إنت توصل كاس عالم إنه إنت في التصفير تبقى كويس كذا كذا فده أنا شايفها حاجة صعبة حتى فيه فيه لعيبة كتير قوي عملت الحركة ديت واختفت يعني فيه لعيبة فترت على المنتخب أو حاس أنه إيه أعلى من المنتخب فبتختفي يعني أنا شايف لإني في الأخير هو أنا عنده حلول كتير أنا كراجل كمدرب منتخب مصر أنا عندي حلول لعبة الدور كلها لو أنت مش تغيل فهتلوي دريع عشان أنت مش نادي فأنت في القايمة فمش أرح أجيب حد بذلك فأنت ممكن تلوي ده أجيب في المنتخب سهل أول بالضبط هتمشي من هنا أجيب أحد مكانك يعني هو وهو الراجل عنده حلول كتير عنده حلول في نصر الملعب عنده حلول في كل في كل الخطوط صح صح ففديت أنا شايف أن هي لأ يعني غلطة كبيرة أن أي حد يبقى شايف أنه أعلى من المنتخب مصر شكرا